هل الأعمال شرط في صحة الإيمان أو ليس شرطاً؟ الأعمال اللي يقول أن الشرط هذا المرجعة يقول المرجعة من الحنفية وغيرها ما هي في شرط الأعمال داخلة في الإيمان هي من الإيمان وليست شرطاً هي من حقيقة الإيمان فالإيمان قول واعتقاد وعمل ما قالوا أن العمل شرط قال يقول أنه من حقيقة الإيمان فلا يكون مؤمنا إلا بالعمل نعم